في بس تفصيلة معينة عاوز أتكلم فيها عن بشرة خير لجمهير النادي الآلي في إن شباب بلوزداد ويع مع النادي الآلي في المجموعة شباب بلوزداد ويع مع النادي الآلي في المجموعة مرتين مرة سنة 2005 والمباراة الأولانية كان النادي الآلي عنده نقص كبير جداً كنت في الإستاد ساعتها كان متواجد حسام عشور هو للعب ليبرو والنادي الآلي قدر يحصل على بطولة أفريقيا المرة التانية كانت في 2023-2024 آه النادي الآلي مكسفش شباب بلوزداد عدو في المباراتين 00 لكن النادي الآلي برضو توق بالبطولة فممكن السنة دي برضو إن يحصل نفس الكلام والنادي الآلي يتوق بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي ويبقى وش يعني شباب بلوزداد وش خير على النادي الآلي بس في نقطة مهمة جداً هو لنا الشيء الهمها للنادي الآلي في دول المجموعات المسافات انت بتتكلم يا كريم ان انت عندك ماتشين واحد في جنوب أفريقيا آخر بالقرة وطبعاً احنا هنبتدي متأخر الدوري فهيبقى في ضغط ضغط ماتشاط كتير دي المشكلة الأولية مشكلة التانية طبعاً كودفور برضو نفس الكلام بعيدة كل البعد عن مصر فطبعاً كم السفر ده كله هو اللي بس ممكن يكون مشكلة ولكن النادي الآلي أكيد قادر بخبراته إن هو يتفوق في المجموعة دي بس أنا هختلف شوية معاك التو جيمي شايف إن المجموعة متوازنة وفي المتناول اللي النادي الآلي عن مجموعته السنة اللي فاتت اشتركوا في القناة